معنا مباشرة من موسكو لميس بن بارك موفدة الجزائر الدولية إلى روسيا لميس مرحبا أهلا وسهلا بك طبعا بالنظر إلى أهمية هذا الموعد الانتخابي وانتهاء التصويت المبكر كيف سيكون الإقبال غدا على صناديق الاقتراع خصوصا أن استطلاعات الرأي تقول أن نسبة المشاركين ستكون مرتفعة نعم مرحبا عبدالغفور طبعا مثلما ذكرت نتواجد الآن في العاصمة الروسية موسكو تحديدا أمام مبنى الكريملين الذي يشهد حدثا انتخابيا هو السابع في تاريخ البلاد منذ تفكك الاتحاد السوفيتي ستنطلق بعد ساعات من الآن الانتخابات الرئاسية الروسية والتي ستجري خلالها عملية التصويت لأول مرة على مدار ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد إلى غاية السابع عشر من الشهر الجاري فقط أود أن أذكر عبدالغفور أن اليوم انتهت أو اختتمت عملية التصويت المبكر الذي انطلق في الخامس والعشرين من فبراير المنصرم طبعا هذه العملية انتهت مثلما ذكرت اليوم وانطلقت مثلما ذكرت في الخامس والعشرين فبراير المنصرم طبعا والتي وهذه العملية كانت جرت خارج البلاد وفي المناطق النائية والقريبة من العملية العسكرية وهنا نتحدث عن مشاركة مقاطعات لوجانسك ونتحدث عن المقاطعات الأربع التي انضمت إلى روسيا أو مثلما تتحدث أو تقول الأوساط الروسية نتحدث عن دونياتسك ولوجانسك وزابروجيا وخيرسون والتي تشارك لأول مرة في هذه الانتخابات الروسية وقد أدلأت نحو مليوني ناخب بأصواتهم خارج البلاد مثلما كشفت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية ذات اللجنة أحصد فيما سبق عدد الناخبين الروس والمقدر عددهم بنحو مئة واثنى عشر مليون وتسعمائة ألف ناخب روسي ويتنفس أمامهم على رئاسة البلاد أربعة مترشحين أبرزهم الرئيس فلاديمير بوتين كمترشح مستقل بالإضافة إلى نيكولاي خارتونوف من الحزب الشيوعي وليونيد سلوتسكي من الحزب الديمقراطي الليبرالي وفلاديسلاف دافانكوف من حزب الشعب الجديد في هذا صدد مثلما تطرقتم كان هناك خطاب للرئيس الروسي دعا فيه الشعب الروسي للمشاركة بقوة في هذه الانتخابات وهذا هو المتوقع حيث ستكون هناك مشاركة قوية وفاعلة مثل ما تتحدث هنا الأوساط الإعلامية ويأتي هذه التصريحات عبدالغفور في سياق التحديات الراهنة التي تدخل خلالها الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث بالإضافة إلى الضغوط والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول الغربية على روسيا دعما لكييف وأيضا نعم نعم أشكرك جزيلا شكر لمسا بنبارك موفدة الجزائر الدولية إلى موسكو شكرا على كل التفاصيل التي قدمتها